بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين مساء الخير لكل سادة المشاهدين مشاهدي ومتابعي ببرنامجكم المتميز بكم الناس والبرلمان النهاردة النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا وموضوع هو اساس البرنامج بل هو اساس مجلس الشعب عن ما هو الدور الحقيقي لعضاء مجلس النواب معظمنا عارف بل ان معظم الشعب المصري اللي شارك في هذا الحدث الرائع السياسي والقوم والانتاجي والحدث اللي فعلا اثبت ان المصريين بتحب بلدها ونزلوا شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب حتى لو كان الاعداد كانت مفروض تبقى ازيد من كده وفعلا رئيس الهيئة العليا الانتخابات الله يرحمه طبعا سيد المستشار لاشين كلنا طبعا بندعيله بالرحمة وان يتغمده الرحمة والأسراته الصبر والسلوان طلعوا بمصداقية وبشفافية كبيرة جدا لما اعلنوا نتائج الانتخابات حتى لو في ناس تظلمت من هذه النتائج فانت من حقك انا كنت من الناس المرشحين وكنت حاسس اوقات ببعض الظلم او 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 لكن انا بقولها هاو وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم فعلا انا من مكاني بقول ان احنا هل ده يخلينا نقف ضد الدولة لو اي حد اتدايق من موقف لا طبعا لازم نقف مع دولتنا لازم نقف مع مصر من اجل ما يشاكليها وما يحاكليها من الخارج ناس كتير نفسها ان تحصل مشاكل وتزيد المشاكل علشان مصر تقع ومصر محروصة الى يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى حرصها وحميها وبيلحقها وبينجدها واحنا نفسينا الامة العربية تبقى ليها من نصيب الحب زي ما هي موجود لمصر عند عرش الرحمن كلنا لازم نقف مع دولتنا ونقف مع رئيسنا ونقف مع حكومتنا وهل ده يخلينا ما نقولش لو فيه اخطاء لا لازم نقول احنا دورنا الاعلامي نقول ولكن نقول من اجل التصليح لا من اجل الانتقاط احنا بنقول علشان نصلح مش عشان ننتقل ومن هنا الشعب المصري وكل مجموعة من النواب اللي فعلا المفروض يبقى ليهم دور الفترة الجاية اكتر من كده لازم الدولة عندنا رئيس ما بينامشي زي ما قلنا عندنا بعض الوزراء في الحكومة بيشتغلوا اكتر من ساعات العمل واكتر من انطقتهم انما في البعض الاخر لازم ننتقده ننتقده من اجل الاصلاح من اجل التطوير ويمكن الكاميرا بتبعد علشان تورينا فعلا ان احنا في مكان وفي قناة بتهتم مش بتهتم بالديكور وتطويره بس لا ده بتهتم بالرأي وبتهتم بحرية الرأي وحرية التعبير الهادف ومن هنا انا بقول للقناة والقائمين عليها انا بأحييكم وبرفع لكم القبعة مش اي مكان يقدر يبقى لهم مساحة من الحرية انه يتكلم في السياسة ومش اي حد يتكلم في السياسة مش اي حد يتكلم في السياسة وانا ببشكرش في نفسي لا السياسة لازم تتكلم فيها لازم تكون واصق من نفسك واصق من معلوماتك لازم تكون بتتكلم وانت عارف ان الكلام ده في صالح دولتك وفي صالح شعبك لان هو ده الافضل ليك مش علشان خوف او حاجة لا سمح الله لا علشان ولادك علشان الفترة اللي جاية احنا محتاجين مصر بكل مثقفينها وبكل مبدعيها وبكل سياسيها وبكل اعضاء اعضاء مجلس شعبها ومن هنا هنتكلم عن الدور الحقيقي لأعضاء مجلس الشعب الدور الحقيقي ليهم اللي نقدر نلخصه في تسع نقاط نقطة الاولى اللي نقدر نتكلم فيها وهي التشريع التشريع يبقى دورك لك دور تشريعي لك دور رقابي لك ولك ولك تسع نقاط كل عضو مجلس شعبي بيسمعني دلوقتي يعرف ما هو دوره مجلس النواب دوره التشريعي كما نصت عليه المادة 122 من الدستور الدور التشريعي بيقوم باقتراح القوانين يعني بيبتدي عضو مجلس شعب عضو مجلس النواب المختلف ما بين كلمة النواب وكلمة الشعب فهو ممثل عن الشعب اما هو الاسم الحقيقي او الاسم الموجود في الدستور مجلس النواب بتقوم باقتراح قوانين وبتقوم بعرضها على اللجنة النوعية المختصة لكي تقوم فيما بعد بتنفيذها وكل ده اللجنة النوعية بعد العرض بيتم موافقة واخذ موافقة اللجنة المختصة على التشريع على هذا التشريع وهذا هو دور عضو مجلس الشعب الحقيقي الا وهو التشريع ثم بعد ذلك يأتي الدور الرقابي الدور الرقابي الدور الرقابي كما نص عليه المادة 101 وواحد من الدستور لمجلس النواب للدور الرقابي الخاص به والدور الرقابي ده بيختلف ممكن يبقى في هيئة استجواب ممكن بيبقى مناقشة موضوع ممكن يبقى طلب إحاطة ممكن يبقى تشكيل اللجان الخاصة اللي قلنا عليها بتساعد في عملية التشريع يعني بالبلدي كده علشان اللي قاعد بيسمعني ويمكن يكون مش فاهم لا إحنا مجلس النواب أعضاؤه بيقوموا بتشريع القوانين وبيعرضوها على مكان وليجان مختصة هي اللي بتقوم بتشوف القانون ده ينفع ولا لا الدور الرقابي الدور الرقابي ده هو اللي بيرائب أداء الحكومة وأداء والأداء العام الأداء العام للدول يعني بيشوف الوزير ده اشتغل بما يرضي الله أو ما اشتغلش بما يرضي الله نبتدي نعمل استجواب أو نعمل طلب إحاطة أو لو عندنا موضوع جديد ممكن نشكل لجنة نوعية خاصة أو لجنة مختصة بالموضوع الجديد اللي هنتكلم فيه نقدر نقول الدور التالت لأعضاء مجلس النواب ألا وهو إقرار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة اه الموازنة العامة للدولة يبقى ما ينفعش ما ينفعش يتم إقرار الموازنة العامة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء إلا لما يتم عرضها على مجلس النواب تمام يبقى الفلوس الموازنة اللي بتم عرضها ولازم يتم عرضها الموازنة دي قبل بداية السنة المالية بتسعين يوم قبل بداية السنة المالية بتسعين يوم من بدء السنة المالية يتم عرض الموازنة وده نصت عليه برضو نفس المادة اللي نصت على الدور الرقابي اللي هي المادة 101 يبقى بنتكلم على المادة 101 اختصت به الدور الرقابي واختصت به الموازنة والميزانية العامة للدولة نقدر نتكلم على الدور الرابع لعضو مجلس النواب المحترم المبنجل اللي موجود في كل محافظة وكل دايرة قالا وهو مناقشة برامج الرئيس والحكومة مناقشة برامج الرئيس والحكومة نقدر نقول ان حلقة النهاردة حلقة قوية جدا لان دي اللي بيسمعها وإن اللي هيسمعها هيقدر يعرف ايه اللي ليه وإيه اللي عليه لو عضو مجلس شعبي بيسمعني أو عضو مجلس نواب بيسمعني هيعرف ايه اللي عليه لان انت عليك من ساعة ما ربنا كرمك ومن ساعة اخذت هذا المنصب وهذا المقام وهذا الكرسي الرفيع وانت لازم تؤدي حق الشعب عليك الا وهو من حق الله سبحانه وتعالى حق المولى عليك ان ترضي عباده فيه وتبتعد عن دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما قال صلى الله عليه وسلم مناقشة برامج الرئيس والحكومة كما نصت عليه المادة 146 من الدستور المادة 146 من الدستور اتكلمت على ان انت تقدر تناقش برامج او برنامج الرئيس الرئيس طلع ببرنامج جديد وخطة تنموية نقدر مجلس الشعب يبتدي يناقش بيبتدي وكل ده بعد دورة الانعقاد وبيقوم بقى رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء وان يقوم باختيار وزارته ورئيس الوزراء وبيبتدي يتم عرض الحكومة ورئيس الوزراء الحكومة متكملة على مجلس الشعب علشان يوافق بالحكومة او لا وبيتم عرض البرامج وبيتم عرض تشكيل الحكومة عليها وعند عدم حصول هذه الحكومة على الثقة خلال تلاتين يوم بيقوم الرئيس بتكليف رئيس مجلس وزاراء جديد يعني بالبلد كده لكل اهلنا الحلوين في الصعيد كل حبيبنا في الصعيد الصعيدة اللي بنمسي عليهم وكل اهلنا اللي في الارياف اللي احنا كلنا منهم احنا بنقول وبنرجع تاني نعيد ان اهلنا في الصعيد واهلنا في الارياف خط احمر لكل من تزل له نفسه وكل واحد ممكن يفلت لسانه سواء كان اعلامي او غير اعلامي احنا ما بنتكلمش على كده لان واضح ان الموضوع كبير مش موضوع زميل اعلامي او غير ذلك لا الموضوع كبير الموضوع وصل به ان احنا بقينا نستحطر وبنزود النكت وبنزود السخرية احنا شعب جميل بطبقه احنا شعب بيحب النكتة لكن هنفضل نقعد نرفق بيه الارياف والفلاحين والصعيدة لا احنا بنحترم كل صعيدي بيكافح وبينزل مصر هنا وبينزل القاهرة وبينزل بيشتغل في مكانه او بينزل القاهرة مفيش حد بيتبعت للخدمة او لغير ذلك اللي بيتبعت بينزل علشان يثبت وجوده وفعلا بيشيل المكان اللي هو فيه نزل لي نزل لي حد نزل لي حد او تكلم لي عن حد صعيدي او من الارياف نزل القاهرة اللي لو ما ابدع فيها لازم يبدع فيها ما بينزلش يدوخ ويسيب بلده ويسيب ويتغرب جوه بلده بيتغرب دي بتبقى غربة جوه بلده بيتغرب وبيسيب قريته وبيسيب اهله اللي عشان رايح علشان يبدع فيها ومن هنا احنا بنرفع القبعة لكل واحد بيسيب مكانه وبيتغرب سواء بره البلد او جوه البلد علشان يثبت وجوده وعلشان يبدع في المكان والمجال اللي هو فيه لو تفتكروا ان احنا خرجنا عن الموضوع بتاعنا لا احنا ما خرجناش احنا بنتكلم عن مجلس النواب او الشعب ومن هنا احنا بنتكلم عن نسيج كبير من الشعب السيد الرئيس لما تكلم او المسؤولين لما تكلموا على تنظيم الاسرة محدش قصده ان حد يتطرق لموضوعات اخرى لا التنظيم ده يمكن يكون في صالح في صالحك انت ممكن وممكن ناس تانية تقدر تقول لا احنا نقدر نصرف ونقدر نخلي بالنا ونقدر نقول ونستعين بايات القرآن نحن نرزقهم واياكم وفي ايات اخرى نحن نرزقكم واياكم ولكن لما يتبقى خطة للدولة وحد حابب يتكلم فيها يتكلم فيها هي ما يتطرقش لموضوعات اخرى نتكلم في موضوعات اخرى ومشاكل تانية ومشاكل المقتربين والبنات الخدمين والخدمات اللي بينزلوا القاهرة مفيش الكلام ده الكلام ده كان بيسوق به سمعته بعض الافلام والمسلسلات المصرية القديمة التي تسيء الى الدولة الان حتى وان كان هناك بعض الواقع فهو واقع قليل ليس بالكثير اطلاقا ليس بالكثير وده ما بيحصلش انزل دلوقتي الارياف هتلاقي ادخل كليات انا عندي طلبة في الكلية من الارياف كتير وكنت بدرس في الصعيد وشوفنا الولد والبنت بينزلوا ويتعلموا بينزلوا ويتعلموا بينزلوا ويتعبوا بيدوروا على شغل وبيغتربوا علشان الشغل بعض الناس اتكلم ما تتكلمش على القلة مع ان مش عايزين نتكلم على القلة وانعمم ومن هنا بنحيي كل صعيد وكل واحد بيتعب في البلد علشان خاطر ينجحها وعلشان يوقف مع رئيسها ومع دولتها ومع مكانها من اجل تقدم مصر وان احنا ناخد مكانة حقيقية لان دي مكانة المواطن المصر هنرجع تاني لدور عضو مجلس النواب يبقى تكلمنا على الدور التشريعي والرقابي والخطة والموازنة وتكلمنا رقم اربعة على منقشة برامج الرئيس والحكومة منقشة برامج الرئيس والحكومة نقدر بعد كده نتكلم عن المادة 169 قالت يجوز لاي عضو من الحكومة القاء بيان امام مجلس النواب حلو كده يعني اي وزير في الحكومة يقدر يطلب من رئيس مجلس النواب انه هو يقوم بالقاء يقوم بالقاء بيان البيان ده بيتطرق لي بيتطرق لي انجازاته طبعا ما فيش واحد ما فيش وزيرة يطلع يقول انا عندي سلبيات بل ان المفروض هو ده اللي يحصل ومن هنا احنا بنشجع كل وزير يلاقي فيه خطأ يروح يعترف بخطأ كل محافظ يبقى عنده خطأ يطلع قدام مجلس النواب ويعترف انا اخطأ طف 1 2 3 4 ومن هنا احنا كلنا بنسمحه من هنا احنا كلنا بنسامح اي حد بيعترف بالخطأ رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكريه عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطأت في حاجة اقول واعترف علشان نتدارك الخطأ ومن هنا يمكن انا ممكن اقول للزميل اللي اخطأ في الاهل الصعيد واهل الريف بعد ما اعتذر نقول نحاول نسمحه ويا ريت كلنا نسامح اي حد بيعترف بالخطأ ممكن برضو رهبت الكاميرا حتى لو هو اعلامي قدير وقديم بس الكاميرا ساعدت بتخليك تدخل في جو تاني وفي حالة تانية ممكن تنسى نفسك ممكن تقول كلمة غصب عنك فاحنا ما نمسكش اخطاء وزلات لحد احنا احنا بنعالج بنعالج الامور ولا نزيدها سوءا احنا مش عايزين نزود اي حاجة سوءا هنرجع تاني ليه النقطة الستة او الدور السادس هو صحب الثقة من الوزراء والحكومة وده نصت عليه المادة 131 مادة 131 قالت ان انت ممكن تسحب الثقة من الوزير وتقعدوا في البيت ايوة يا مجلس النواب اعضاءكم ممكن يقعدوا الحكومة في البيت لازم نفهم كده ونفهم ان مش كل واحد له مصلحة في حتة معينة او خدمة في حتة معينة ينسى اداء ودور الشعب واداءه في مجلس النواب ودي نصيحة من اخوكم من اخوكم ان انتوا تهتموا اكتر باهل دايرتكم سبعة ترشيح رئيس الجمهورية ويذكي المرشح عشرين عضو على الاقل ده الكلام ده في وقت الانتخابات الرئاسية اما النقطة التامنة والدور الثامن هو تعديل الدستور وده نص عليه المادة 226 ممكن عدد معين من اعضاء مجلس النواب انهما يقوموا بتعديل الدستور او تعديل مادة فيه وذلك بتقديم طلب ده من عدد من خمس اعضاء مجلس النواب بيقوموا بتقديم الطلب لتغيير مادة او اكتر اخر حاجة في الدور وهو حالتين الحرب والطوارئ وده نص عليه المادة 154 المادة 154 بتقول ايه؟ بتقول ان الرئيس الجمهورية او او عدد من مجلس النواب ماشي بيقوموا ايه بقى؟ بيقوموا بعمل بعد اغز موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء باعلان حالتين الحرب والطوارئ يبقى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ما ينفعش ينزل يعلن حالة الحرب والطوارئ إلا بعد عرضها على مجلس النواب كل دي أدوار لرئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب لعضو مجلس النواب عضو مجلس النواب مش دوره إنه ينقل ابن فلان لمدرسة فلان إنه هو يشغل ويوظف ابن فلان ابن فلان او ابن فلان لا ده مش دوره دوره رقابي وتشريعي دوره من التسعة دول لازم يكون موجود لازم يبقى له دور اكتر من كده لازم يهتم وينزل الاهل دايرته واحنا معاكم وبرنامجنا معاكم الفترة الجاية حنشوف اداء الحكومة واداء مجلس النواب وان شاء الله الخير قادم لمصر ومن هنا انا بمسي وبحيي كل فريق العمل للبرنامج وبمسي وحيي كل شعب المصري بكل طواقفه ريف وصعيد وبحري وقبلي احنا من هنا كلنا نسيج واحد وكلنا مع بعض من اجل التقدم ومن اجل الظهار ومن اجل ان مصر تاخد مكانها الطبيعي دائما تحية للدولة ولرئيسها ولحكومتها وكل واحد مسؤول بيشتغل واللي ما بيشتغلش هنكشف ان انت بتشتغلش لان احنا برنامج الناس والبرلمان شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا